اشتركوا في القناة وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فعلا بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالاطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبيا ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرضي عسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجبي فاحفظ لخمسين بحكم واجبي تفصيل خمسة وعشرين لزم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صانح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاقوا كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يون الزاكريا يحيا عيسى وطه خاتم دعغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملاء وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما آتا به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسلا للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمينة الزهرية أرضاعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي أرباعين وعمره قد جاوز الستين وسبعا أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فاخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكروا رضوان ربي للجميع يذكروا فاطمة الزهراء بعلها علي وبناهما السبطان فضلوهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثو من زكاة راضية عن تسع نسوات وفات المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة والسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة أمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلماء من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد خمسين فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض خمسة بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وافى أهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشدي وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من به قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر جملي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام